مرحبا حبايبي فيكم برج الحوت. شوف طاعتك اول شي هاي فترة في في عاملة. عم بيكون في حظ. عم بيكون في مال. يمكن كار ما عم تتحقق. كرت جدا رائع. يعني هاد اروع كرت ممكن يطلع لك. اه خلينا نشوف على شو نختار ورق. لانه كنتوا حابين انه او في حدا بعكلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعمل الورق تاني ما بعرف ليش. انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتو تكونوا معي الصورة عشان يعني تفهموا معي لانه خلاص تعودنا على هداك الورق. القراءات الخاصة بستعمل الورق تاني. اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معي فيه. اه خلينا نشوف ازا لبرج الحوت. ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب. برج الحوت بيضله يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخده القرار بقلبه. هو عنده اثنان شغالين بس ما بعرف. هو هو شخص كتير رومانسي. طبعا بنت الحوت مختلفة عن شب الحوت. تقريبا عم بيكون كل الابراج البنت عم تختلف عن الشب. في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشب نفس الصفات. فممكن يكونوا مناسبين لبعض. ما بعدين بنشوف شوية على العاطفة. برج الحوت. عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة. عم بتحاول توازن ما بين الروح. ما بين الثلاثة يعني ما بين الثالوث بقولولو ولا. اللي هو بين الروح والجسم. شوفوا هون. هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب مثل لعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك. مثل عم تاخدهم على قد عائلهم. عم تحاول تمسك عليهم ممسك. هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك. انا بحكي على بشكل عام يعني انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم. ولكن انت داخل في لعبة. انت كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر. والطرف الثاني نفس الشي. ولكن انا شايف الاكتر ما صر عندك انت. يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر. يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلة. شعارفي شو هاي اللعبة انت اللي بتعرف قصة بس. اه شايفي هون انه من شايفي انه في عائق قدام موضوع انت بدك اياه بدك تحققه اكتر اشي ممكن يكون عملي او يعني له علاقة في المال والعمل. موضوع ممكن تسافر له. مبين في عندك يعني اكتر يعني البعض خلينا نقول في عندهم سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل. اه في كمان بيقولك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عندهم شريك حياة في واحدة من هدول السفرات. لكن في عائق قدامكم. اه قدامك انت يعني مش في العلاقة. لا انا شايفي العلاقة ماشي منيح. بالنسبة للعزاب انا بحكي. ما بحكي للفئات الثانية. العزاب طبعا هم غير متزوجين او مطلقين او رامل. اه فشايفي انه هذا العائق رايح. مش يعني مش ضايل هذا العائق. اه كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بعرف. بس انه هذا العائق رح ينشال وانت رح تكمل طريقك. وطريقك طويلة. ولكن ممتعة يعني كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله. كعمل كامل بتحب الاشي اللي بتعمله. ما ما عم تشتغل اشي غصبا عنك يحوت. عم تعمل الاشي اللي انت او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه. في وفي ولادة يعني كي ناس عندهم اساسا ولادة هذا الشهر او حمل حتى وفي منهم لا بداية جديدة لمشروع بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لماسكن فرح بهادا الموضوع توازن زي اللي اشي كان ناقصك وخلص بطل ناقصك او وصلك شي كنت استناء وصلك شايفي هون قلتلكم هون في موضوع عم بيكون في عائق فعم بشوفك انت والشريك مهما كان الشريك يعني عم بتحاولوا تبعدوا او تطلقوا طاقة الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض مش انضاف يعني عم بتكونوا على ثقة كل واحد على ثقة بالتاني بالمستقبل عم بشوف هون بيت يعني صح مكركب شوي بس كمان مش بس بيت هون ممكن يكون تفسيره الكرت شوف انت عايش بين عالمين ممكن تكون عايش بين عالمين عالم وهمي خيالي طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود بيحب ايام زمان بيحب الاغاني القديمة مثلا عنده صور هيك وردية لكل شي في مخه عنده دايما نظرة معينة خلينا نقول مش وهم يعني بتشبه الوهم او كذا وفي عنده الواقع اللي هو عايشه فعم بعيش دائما بين عالمين هون تو وورت عم بيكون في عنده عالمين في حياته لكن بشوفه هون عم هدول كتير مرتبطين في بعض عم بيكون عنده توازن كبير بيحكي لك هون الرغبة الحكمة والعائل هدول الثلاث اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن حلو النجاح والنجاح على نفس المهم في هذا الكرت انا بشوفه كتير بالناس يعني بشوف فيه ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت عم يمكن بتدور منها كله ماشي على النجاح انا حاسه من الورقة بيّن انه انت فعلا عم تبدل جهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة اذا هذا كان بشكل عام حلينا نشوف نلقي نظراع العاطفة مش عارفي شو نستعمل بالعاطفة نفس الورق هذا اللي استعملنا طيب بالعاطفة برج الحوت شو ممكن يبيّن معنا ستة سبعة ثمانية في بتيسير بأمورك حبيبي برج الحوت بعدين تمانية تمانية في تطور روحاني عندك وعلى جميع يعني المجالات الحياة عم تكون مش بس على العاطفة لكن احنا هون مركزين على العاطفة فتحنا على العاطفة وكارما يعني لا منيح برج الحوت برج الحوت والدلو طلعوا ناحي الحمد لله طيب في هذا الموضوع انا بشوف انه شوف يا برج الحوت ما عم يطلع اوكي هاي يطلع في عندك تدرج في الموضوع شوف انت والحبيب كان بناتكم تجريح كان بناتكم اللي هو معركة مثل معركة خلينا نقول يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة عن جد كانت انه كتير رعصبته على بعض يمكن مشاكل كانت كبيرة مش شوي ولكن هاي المشاكل خلينا نقول يعني بدافع الحب هاي كلها رح تنقلب لحب مثل ما انتو شايفين الكبسة دولة بعبروا عن الحب يعني كل هياتهم بعدين يعني حتى الرقم جدا حلو فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم عن جد في مثل مجاكرة بناتكم مثل ما بعرف اخدوا عطا طريقة اسية طريقة مش حلوة ولكن هادا كله بيقلب لحب بيقولوا ما في بعد الايش ما في مش عارفة ما في بعد الحب الا العداوة او ما في حب الا من بعد عداوة او العكس ما بعرف يعني فهيكا معنا هلا مبين انه نفس الشي قلنا ثمانية ثمانية شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني مع انه مش مبين مع انه عم يعني عم بيوصل لك اخبار غلط ولكنك انت الحلم تبعه انت مثل فارس احلامه او فتاة احلامه عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية عم بيتخيلك كزوج او زوجة ما عم بتخيلك يعني اشي عابر او كزا وعم بيشوف هادا الاشي بتحقق هادا الاشي يعني بلف بلف وبتحقق شايفي انك عم التواصل الروحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر انت بس طمض عيونك وتتخيل الموضوع بيوصله او مجرد ما انت تفكر الطرف الثاني بيفكر فيك والعكس صحيح بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي لانه عامة شايفي ان الطرف الثاني رح يصبر 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 لكن مرة واحدة رح يكون فياري ناري مرة واحدة رح خلص ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك لكن هذا انا بقول لك هذا مش بهاي الفترة ممكن تكون بعديها باسابيع او بعديها بايام ممكن بعديها بست ايام وست اشهر لا حرام مش ست اشهر يعني المهم بشوف هون الحب كيف بتطور الحب عم بيكون اول شي من سبعة لتمانية يعني اللي هو صغير لكبير عم يكبر الحبناتكم انتم مفكرين باوقات البعد عم تنسوا بعض انتم باوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر او مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا بعض اكتر بالنسبة للطاقات عم بتكون هواية مائية ونارية طبعا عادي جدا اللي برج ما بين او كزا يعني هاي بتصفي طاقات بس اه طيب حبايب نشوف اذا في نصيحة شو ممكن تكون هاي نصيحة لبرج الحوت لا اه كرتين طلع لك اكتر شوف واحد عادي واحد مقلوب خلينا نشوف ايش هم اه بيقولوا لك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك ما بحكي عن العاطفة يعني ممكن اي اي مجال في حياتك ما عم تقدر تعمل توازن كنترول فبيقول لك اعمل كنترول على حياتك انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي ما عندك مشكلة يعني الظروف هي اللي عم تمشيك بيقول لك انت حرك الظروف اللي حواليك مش العكس اه هون شو كان هذا الكرت هون ياريتو ايجا يعني مقلوب كان احسن المعنى بيقول لك هون انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص اه عم بيوصلو لك امور مش صحيحة وعم تمشي عليك عم تمشي مع عليك الكذبة او لكن هذا مش الشريك هدولا اكتر هدولا اشخاص عم بيوصلو لك كلام اه مش صحيح يمكن يكونوا نصابين يمكن ما بعرف بس انه طلع لك الكرت مقلوب حبايبي برج الحوت باتمنى انه هذا الشهر يكون ايجابي حلو اه تحقق وفي شوي من امنياتكم بس اشتركوا في القناة